تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة نماذج من ضبطيات قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية وذلك في إطار حرس القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المفذولة في إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على كافة الاتجاهات التراتيجية للدولة وأستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلي تضمن ملابسة الضبط والإجراءات القانونية المتخذة حيال المضبوطات مشيدا بالنجاحات المتتالية التي تحقيقها قوات حرس الحدود أثناء تنفيذ المهام المختلفة والتصدي بكل إصرار وعزيمة للعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري